بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد نستأنف درسنا ودورتنا العلمية في رواة حفصا عن عاصم في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مستكملين ما افتدأنا به سابقا وقد وصلنا إلى الآية الثلاثين من سورة البقرة ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بما بعدها بثامن الأخ الشيخ عبدالله فلي تفضل جزاها الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ننتبهي الهمزات كاملة بتحقيقها لأن كما ذكرنا شديدة مجهورة فلابد من قوة الاعتماد على مخرج الحرف فيها لا سيما إن جاء قبلها حرف مد أو كانت مثل بأسماء بأ بأسماء ثم عرضهم دائما نقول لإخوتنا الطلبة وأنا منهم نوصي أنفسنا جميعا بأنه إن قطاربت حروف الترقيق مع التفخيم بأن نعتني بها ونعطي كل حرف حقه فكثير لا نميز عرضهم عرضهم نفس المستوى ليس هناك فهذا لا يجوز لكن عرضا عرضا ترقيق تفخيم عرضهم على هنا ننتبه إلى ضمة الهائي مع سكون الميم بلا قلقلة لأن بعدها حرف قوي أو متوسط عرضهم على الملائكة أيضا نوصي أيضا بتحقيق الهمزات البعض قليل يعني منهم من يقلق للام في الأولى في الملائكة فيجعل فاصل بين اللام والميم ويقول على الماء على الماء وهذا طبعا ليس فيه أي مجال من الصحة فقال فقال تفخيم بين ترقيقين فقال أنبيعوني نطبق الشفة في الإقلاب أو القلب لكن بدون كز كما ذكرنا أمس أنبيعوني ويعني سبحان الله هذي ذكرنا وتكلمنا في الدرس الأخير عن الإقلاب أو القلب ومسألة الإطباق أو عدم الإطباق طبعا لا يوجد أي حسب ما اطلعت عليه أي مصدر واطلعت على مصادر كثيرة أي مصدر يقول بعدم الإطباق كل المصادر القديمة تقول بالإطباق ولكن حدد هذا الإطباق بغير كز والكز هو الضغط الشديد حتى لا يتولد بعد ذلك حرف مشدد أم لم يقل بذلك أحد لكن أنبيعوني وهنا أريد أن أبه إلى مسألة مهمة ذكرت لكم في الدرس الأخير عن الإخفاء وحقيقة الإخفاء أن ننحو بمخرج النون نحو مخرج الحرف الذي يليه إن كنتم ذهب إلى الكاف من ثورا جائل الثاء وهكذا يتغير الإخفاء من حرف إلى حرف وهنا أريد أن أؤكد وأقول على من يقول بالفرجة وعدم إلصاق شفتين أو إطباقهما في الإقلاب أنه أقول لهم لا فرقة وأنا مسؤول عن كلامي لا فرقة بين من ثورا وأنبئوني بالفرجة ما في فرقة نفس الشيء أنا الآن حينما أقول بعدم الإطباق وأقول أن ولم أأتي بالميم معنى أني نحوت بمخرج النون نحو مخرج الحرف الذي يليه هو الباء إذن خلاص صار إخفاء إذن نغير كل كتب التجويد التي كتبت من تقريبا يقينا أكثر من ألف سنة كتب بعضها وقالوا بأربع أحكام في النون الساكنة الإظهار والإدغام وبينهما الإخفاء والقلب أو الإقلاب ما أحد كلهم يقولون إقلاب قلب هذا المدرسة الحديثة إذن نقول لهم سامحونا يا مشايخنا لأن تكتشفنا غير ما اكتشفتم الآن سنغير الأحكام نقول لا يوجد هناك إلا الإظهار وحرفه همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والإدغام حروف يرملون والإخفاء وحرفه أول كلمات البيت يقول صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى زد فيه تقن دم طيبا ضع ظالمة والبأ خلاص البأ صار من حرف الإخفاء لم يكنوا إقلاب لنما تحقق الإقلاب ما سمعتمي من أصلا أنبئوني أنبي أين البأ؟ أين الميم؟ هو حينما يقول والإقلاب هو قلب النون الساكنة نيما أين الميم؟ لا يوجد ميم فلا بد من الإطباق حتى يأتي الميم لكن هذا مقيد بشرط وهو بعدم الكز والكز هو الضغط الشديد وقد صرح غير واحد بالإطباق من علماء القدامى إذن لا يوجد أي مصدر قديم يدل على الفرجة وحتى من قال بالفرجة منهم من يقول بقدر رأس القلم منهم يقول بقدر إدخال ورقة ليس الأمر منضبطا أبدا لأن يضباطوا هكذا إذن هكذا هاي الميم مخفى أنبيؤوني وهنا ذكرت لكم سابقا ومرارا أن الكسر إن اقتربت من الضم فهذه الضرائر لا تجتمع الضرائر فأحدهما يسرق من الآخر فلا بد من إشباع الكسر بالباء والإشباع الضم بالهمزة أنبيؤوني بأسماء هؤلاء إن أيضا الحمزات نحققها مزتان محققتان ملتصقتان متجاورتان هؤلاء إن كنتم صادقين وصية للقارئ بأنه حينما تأتي هكذا آية هي حقيقة ليست بالآية الطويلة ولكن كثرة المدود فيها عندك مد الأسماء والملائكة وعندك بأسماء وهؤلاء فيها مدان فكثرة المدود فيها يعني كثرة المدود فيها ربما يعني لا يتسع النفس لأن تأتي بنفس واحد فيقطعها فالقارئ أبد أن يكون مهندسا للصوت مهندسا للنفس أين سيقف الوقف أما أن أقف بأنبئوني بأسماء أنبئوني فالأفضل أن يقف فقال إذا وقف على فقال يستطيع أن يكمل الآية بإذن الله تبارك وتعالى إلى قوله صادقين وهذه طبعا لو أتينا إلى الوجه من أوجه ورش في هذه الآية وتمد أنبئوني ستة وبأسماء ستة وهاء ستة ولا ستة وصادقين ستة تحتاج إلى رئتين إضافيتين حتى تأتي بهذه الآية بنفس واحد هذا بالنسبة لي ما يتعلق ب الملاحظات العامة أما بالنسبة للرسم بالنسبة للرسم انظر إلى كلمة آدم آدم هذا أول شيء يسمى مد البدل لماذا سمي المد البدل بالبدل الحقيقة هناك رأيان الرأي الأول هو أن أصل الكلمة بهمزتين أأدم أأمنوا إئمان أؤتوا فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة بحرف من جنس حركة الأولى فإن كانت مفتوحة أبدلناها ألفا وإن كانت مضمومة أبدلت واوا وإن كانت مكسورة أبدلت هذا رأي وهناك رأي آخر لسبب تسمية مد البدل بالبدل وهو أن كل المدود يأتي الحرف ثم السبب يا أيها بأسماء صادقين حرف سبب حرف سبب حرف سبب إلا في مد البدل يأتي السبب ثم يأتي الحرف آمنوا أوتوا همزة ثم حرف إيمان همزة ثم حرف فلإبدال السبب بمكان الحرف سمي المد البدل بالبدل طيب ما هو الراجح ما هو الراجح أنت حينما تريد سببا يعوم كل الكلمات الحقيقة يا إخوتي بالاستقراء والاستقصاء وجدت والله أعلم أن إبدال الحرف مكان السبب هو الراجح وهو لماذا؟ لأنه في كتاب الله تبارك وتعالى كلمات لا ينطبق عليها القول للآخر يعني هل متكئين أصلها متكئئن يستهزئون أصلها يستهزئئن خاسئين أصلها خاسئئن هل هكذا أصلها؟ إذن لو لو قلت سمي المد البدل بالبدل بسبب إبدال الهمزة الثانية بحرف من جنس حركة الهمزة الأولى لا ينطبق على كل كلمات أما إذا قلت إبدال الحرف مكان السبب صار عاما على كل كلمات فهو الأولى والله أعلم ويرسمها كذا كما تشاءون المصاحف التي لم تعتمد قواعد رسم وصحف ربما وضعوا ألفا مدية فوق الألف ربما كذا ولكن هكذا المتبع في المبتدأ فعندنا الأسماء ذكرناها وهذه يعني لا حاجة لتكرارها أنت كلما رأيت همزة متطرفة سبقت بحرف ساكن سواء كان صحيحا أو مد أو هكذا احكم عليه بالهمزة المفردة إلا استثناءات عندنا استثناءات ستأتي في محلها بإذن الله تبارك وتعالى لكن هنا هذه الهمزة متطرفة وسبقت بألف وهو ساكن طبعا فترسم هكذا إما يقولون المفردة أو يقولون على السطر أو يقولون لا صورة لها أحد يعني التسميات كلها صحيحة ثم أرضهم على الملائكة الملائكة ذكرت لكم أنها وردت في كتاب الله تبارك وتعالى ثلاثة وسبعين مرة كلها بحذف الألف قبل الملائكة قبل الهمزة كلها رسمت هكذا بحذف هذه الألف وترسم الهمزة على النبرة أو تحت النبرة هذه كما ترون هكذا إذن صارت الآن عندي خلاص انتهت القواعد صارت عندنا إذا جاءت الهمزة المتوسطة مسبوقة بألف وهي مضمومة رسمت على الواو وهي مكسورة على النبرة وهي مفتوحة ترسم لا صورة لها ويعني الأمثلة في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة إذن نأتي إلى الكلمة الأخرى أنبئوني أنبئوني هنا اتفق الشيخان وحينما يقول تفق الشيخان يعني أكيد غيرهما معهما لكنه حينما يتفق الشيخان لا نذكر أرائل البقية فاتفق الشيخان على حذف صورة الهمزة أصلها بعد الباء واو فوقها همزة ثم واو ساكنة ثم نون ثم يا هكذا بالأصل ولكن تفق الشيخان دائما قواعد المصحف اللي يجتمع حرفان متجاوران إلا الاستثناءات منها كلمة يحيكم التي أخذناها في الدرس السابق فهنا اتفق الشيخان على رسم هذه الهمزة لا صورة لها بحث هي حقها الضم وحذف حقها الواو وحذف هذا الواو بأسماء هؤلاء كلمة هؤلاء هذه الهاء تسمى التنبيه وكل هاء التنبيه في كل القرآن الكريم حذفت ألفوها إذن عندنا صار قاعدة تذكرون حينما تكلمنا عن يا أيها الناس قلنا يا النداء تحذف ألفوها وهنا هاء التنبيه تحذف ألفوها هذا صار عندنا قاعدة خلاص لا نأتي إليها مرة أخرى إلا إذا كانت تتحمل يعني شيء آخر إذن بالنسبة لكلمة هؤلاء جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى ستا وأربعين مرة هذا أولها وأجمع كتاب المصاحف على حذف ألفه الأولى وكذلك كلها التنبيه واتفق الشيخان على رسم الهمزة الثانية على هؤلاء ننظر إلى هؤ هؤلاء ترسموا هكذا على واو باتفاق علماء الرسمين هناك كلمة في القرآن الكريم تلحق بهؤلاء الحاقا بحذف هذه وليست هاء التنبيه ما هي الكلمة في قوله تبارك وتعالى هاء مقرؤوا كتابية في سورة الحاقة فهذه الكلمة هي الها حقيقة ليست هاء التنبيه ولكن ألحقت بحذف الألف أيضا تأتي في محلها ولكن لابد من ذكرها الآن وننبه إلى مسألة هي أن المد في قوله تبارك وتعالى هاء مد منفصل مد منفصل وفي قوله تعالى هاء أنتم متصل لأن كلمة هاء أنتم هنا هاء ليس هاء تنبيه وإنما هي اسم فعل الأمر بمعنى هاء أنتم خدوا هاء أم أصلها هاء أم اقرأوا كتابية خدوا اقرأوا كتابية فهنا المد واجب متصل وهو من مواضع الاختبار التي يختبر بها الطالب يعني حينما يأتي إلى شيخ يرد أن يقرأ قراءة على شيخه الأول يقول له اقرأ في بعض المواضع إذا كان من أهل القصر مثلا وجاء أقرأ من هذه الآية فإذا قصر علم أن يعني أنه غير منضبط فانتبهوا لها فهاء أم تلحق بهؤلاء ومد المد فيها مد متصل لا منفصل وليست هاء تنبيه طيب بالنسبة لي الباقي الكلمات يعني لا داعي ليس فيها شيء بإذن الله تبارك وتعالى عندنا بالنسبة لي هذه الآية يعني هؤلاء إن كنتم صادقين ما فيها يعني أي شيء يتعلق بالآية 31 إلا البعض يعني قال نقف على كلها وعلم آدم السماء كلها آسف كلها فعند النحاس نقل أنه صالح والخزاع قال كاف وكاف كثير عليه لأن الكلام متصل ومعطوف لكن هكذا قال أراد التفريق يعني بين التعليم والعرض فحينما قال هكذا فجعل الخزاعي الوقف كافيا وعيضا الوقف على الملائكة قال عنه النحاس صالح صالح وهي درجة قلت لكم يعني مقاربة لدرجة الجائز درجة صالح يعني تسميات هكذا ليس فيها إلا هذين الوقفين وهتين الكلمتين ونسبح هذه الآية مرة أخرى من الأخ شيخ ساهد تفضل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين يعني صار هناك بعض التفاوت في المدود وقلت لكم يجب تماثل المدود بأسماء بقدرها بقدر لا كلها متساوي في المدود وكذلك الملائكة والأسماء كلها نقرأ الآية لبعدها شيخ عبد الله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك هذه الباء ساكنة وسبقت بضم فلابد من إعادة الشفة منبسطة في الباء وقلقلة الباء خشية أن يأتي لهذه القلقلة رائحة الضم لا نقول سبء سبء لا سبء سبء هكذا لأن الباء لابد أن يكون السكون فيها خالصا لا علم لنا شوفوا حينما قلت لكم الارتقاء إلى القراءة التفسيرية يعني أنت اجعل نفسك مكان هؤلاء الملائك ماذا تستطيعون لا علم لنا لا تقول لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا هكذا لا علم لنا إلا ما علمتنا ما أقول إلا ما علمتنا صارت نافية لا إلا ما علمتنا هكذا لا علم لنا حينما يسمع السامع المصلي خلفك أو الذي يسمع صوتك في الإذاعة أو التلفزيون أو ما شبه ذلك كأنه يعيش الحالة لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ليس فيها كثير من الأمور عندنا بالاسمة للرسم كلمة سبحان كلمة سبحان كيف جاءت سبحان سبحانه سبحانك كلها جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى واحدا وأربعين مرة واحدا وأربعين مرة كلها بحذف الألف بعد الحائي في كل القرآن الكريم إلا موضعا واحدا إلا في موضع واحد أثبتت فيها الألف أين؟ في سورة الإسراء في سورة الإسراء في الآية الثالثة والتسعين تجد هنا الألف بعد الحائي ثابتة وهذا حقيقة يعني حتى بعض العلماء الذين خرجوا حديثا بعلم جديد يسمى علم إعجاز رسم المصحف تكلم به بعض العلماء إعجاز رسم المصحف ولكن حقيقة أو حتى أنا كتبت فيه بحثا في إحدى الجامعات ولكن جمعت بعض المعلومات وذكرت الحكم فيه وذكرت كل علم يبدأ غريبا كل علم يبدأ غريبا حتى ربما يعترض عليه ويرد عليه وتجد الحرب لكن بعد ذلك حينما يتبين الأمر أنه فعلا يعني لما يتساعد لما هنا نعم نقوله أول مرة بالرواية أول كل شيء لا قبل كل شيء نقول الرواية هكذا أجمع العلماء على أثباتها حلفت من كل الكلمات في المصحف أربعين موضعا أربعون موضعا بحث الألف وموضع واحد بإثبات الألف في سورة الإسراء في الآية الثلاثة وتسعين ولكن لماذا نقول هكذا نسلم نفوض لأنه توقيفي ولكن بدأت الاجتهادات تخرج لماذا أثبت هنا لماذا أثفت هنا ويعني يعني ذكر الداني وأبو داود وغيرهم كلهم ذكروا فيها الخلاف ولكن وسكتوا عن الترجيح ما رجحها لا الداني ولا أبو داود ولا المهدوي ولكن رأيت ترجيحا لللبيب والبناء المراكشي ترجيح الحدث عندهم كتب في الرسم ووجدت لهم ترجيحا يعني حقيقة في هذه الكلمات ترجيح الحدث ولكن الباقي رسمت في المصحف الآن في هذا المصحف الموجودة كلها المطبوعة والمتداولة بين الناس بإثبات الألف في كلمة سبحان في الإسراء طيب عندنا هذا بالنسبة لموضع موضوع الرسم أما بالنسبة لموضوع الوقف والابتداء لا توجد حقيقة إلا كلمة واحدة في هذه إلا لقوله علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وهو وقف قوي قال به الخزاعي أنه كاف وعند العمان جائز وهو عند ابن الغزال والهمدان العطار والأشمون كلهم قالوا حسن وهو عند السجاوندي وقف مطلق نعم كل هذا ما فيه الآية من علم وملاحظات نسمع الآية مرة أخرى قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إنك أنت العليم الحكيم فتحة الحا تحتاج إلى إضاحة الحا لا نقول الحكيم الحا الحكيم إنك إنك أنت العليم الحكيم جيد طيب نسمع الآية بعدها قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ طيب بداية يعني بالنسبة للملاحظات العامة في هذه الآية أول شيء قال يا آدم أنبئهم نركز إلى على مسألة إشباع الكسر في الباعي ثم سكون الهمزة بدون أي قلق له أو تسهيل أنبئهم بأسمائهم عندك إطباق الشفى بالأنبئهم وفي الإخفاء الشفاوي بأسمائهم أيضا نشبع الكسر في الكسرتين فلما أنبأهم بأسمائهم قال أيضا من فن التحكم بالنفس أن نقف على قال لأنك مأمور على أكثر الأقوال بإكمال الآية إلى من قال إلا تكتمون نعم ستأتي يعني من قال بالوقف على الأرض بعض العلماء ولكن أكثرهم لم يجعل عليها وقف لا تقول وأعلموا ما تبدون كلام منسوب الله تبارك وتعالى فهو تكملة كلام كله لله تبارك وتعالى مجيبا الملائكة فمن العلم التحكم بالنفس قف على قال ثم من قال إلى تكتمون بنفس واحد ممكن أن يأتي هكذا إذن قال ألم أقل لكم إني أعلم العين وقعت بعد همزة قوي وضعيف لا بد من مراعات تحقيق الهمزة من جهر وشدة من قوة ثم بعد ذلك أعلم حتى لا يتأثر العين بالهمزة أعلم غيب غا غا شو أنت وهذه غيب ياؤها لا مد فيها إلا في حال الوقف غيب يكون مدلين أما هنا في حال الوصل لا مد له بمجرد أن تعطي أن تعطي حق الياء ثم تفارق الياء غيب السماوات والأرض وأعلم ما وأعلم الذي وأعلم الذي إذن وأعلم ما تبدون ما أقل وأعلم ما تبدون ما فيه جعلت هنا فيه لا يجوز وخاصة في المئة الثانية وأعلم ما تبدون الباء أيضا نفس سبحانك التي تكلمنا عنها تبئ تبئ لا أجعل شيئا من الضم يأتي إلى هذه الباء من ضمة الأتاء لا أقول تبئ تبئ لا تبئ تعود الشفاء منبسطة في الباء وفي قلقة الباء وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون كثيرا ما سمعت هذه الآية وما كنتم تكتمون نفوا كتمان الناس أو كتمان الملائكة في قلوبهم لا ليس هكذا المعنى المعنى وَأَعْلَمُ الَّذِي تُبْدُونَ وَأَعْلَمُ الَّذِي تَكْتُمُونَ إذن لا يجوز أن نقول ما تكتمون وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 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 هذه قلنا كيف ننطق بالكاف كيف نجمع بين الصفة قوة وضعف بالكاف والتاء كيف أحقق الشدة وبنفس الوقت أحقق الهمس أقول قلت لكم تذكرون أقول اعتماد على مخرج الحرف حتى أحقق صفة الشدة تك ثم أضعف الاعتماد على مخرج الحرف حتى أحقق صفة الهمس وأقول تكتمون لا يجز أن نقول من البداية تك تك حينما تقول تك خلص انقلبت الصفة صار همس ورخاوة هذا لم يقول به أحد إذا لابد من أن نقول اعتماد في البداية تك شدة همس تك تومون هكذا هذا بالنسبة لموضوع الملاحظات العامة بالنسبة لغيرها من أمور تتعلق عندنا بأسمائهم ذكرت لكم قبل قليل أن الهمزة المكسورة في وسط الكلمة انسبقت بسكون وهنا الألف هذا الألف فترسم على النبرة تحت النبرة هكذا كما تجدون وتتكرر هذا وهكذا شبهه عندنا كلمة أنبئهم أنبأهم أنبئهم همزة ساكنة مسبوقة بكسر ترسم على النبرة أنبئ وعندنا أنبأهم همزة مفتوحة تأخذ حركتها إذن ترسم على الألف هذه على النبرة والثاني ترسمه على الألف أنبأهم عليها وهو وقف قوي قال ابن أوس والنحاس وابن الغزال ومدلع الطار والأشموني كلهم قالوا أن هذا الوقف قالوا حسن وقف حسن وقال الخزاعي والعماني أنه كاف وهو جائز عند سجاوندي وهو وقف الهبطي هذا بالنسبة للوقف الأول الوقف على الأرض قلت لكم قال به قلة العلماء حسب الطلاع قال عنه الهمداني حسن وقال الأشموني جائز ولكن الأفضل الوصل حتى ينسب الكلام لله تبارك وتعالى من قال ألم أقول لكم إلا تكتمون هكذا دائما كلام الكفار اجعلوا الكفار كلام الله لله تبارك وتعالى أما أن تبتدأ وتقول وأعلم ما تبدون هذا الذي يخشى عليه إذن هكذا بالنسبة لهذه الآية نقف يا عدلنا الآية شيخ ساهد مع الوقف على قال ثم حاول أن يعني النفس الحقيقة ولو أن هذا الموضوع يعني لا علاقة له بالتجويد ولكن ينفع طالب العلم يعني كيف أستطيع أن أطيل النفس ما هي التمارين التي يمكن أن يطول نفسي من خلالها هناك بعض التمارين يعني أستأذن من المستمعين ومن الإدارة بأن نعرضها لأنه تكمل فيها فائدة للإمام أحيانا يقف وقفا خاطئا فبعض المصلين ربما لا يرضي هذا الوقف أو كذا فعندي تمارين أعلمكم عليها وأعلم السامعين إن شاء الله تعالى حتى يتمرنوا عليها التمليل الأول هو هذه الرياضة إلى أن تعود الكتف هذه الرياضة المستمرة هذه تلين هذه العضلة تلين هذا الوقف جربت هذا بالنفسي فهذه الرياضة لا استمر عليها تستطيع من خلالها أن توسع القفص الصدري ثم يتسأ بعد ذلك تتسع الرئتان نعم لا نحن نريد نوسع الرئتين نحن بحاجة إلى بحاجة إلى أن أوطي النفس أنت الآن تستطيع أن تقرأ منتصف الآية لكن بهذه التمرين تستطيع أن تسحب نفس أكثر إذا كان القفص صدري يابس بدون تمارين ما تستطيع أن توسع الرئة منحبس الرئة خلاص لكن وسع القفص صدري تتسع الرئة هذا التمرين الأول التمرين الثاني السباحة علم أني لا أعرف السباحة لكن السباحة بطول السباحة هكذا هذا أيضا يطل النفس تمرين الثالث الأذان الأذان إذا أذنت خاصة لمن يعني يحسن أذانه بطالته كذا يتعود على ذلك مرة مرتين ثلاثة حتى يطول النفس التمرين الثالث مهم وهو أن تسحب النفس إلى آخر شيء تملأ رئتك شديدا بكل الهواء إلى آخر شيء ثم تغلق أنفك وفمك مرة واحدة ثم تبدأ بالضغط الشديد هكذا هكذا تسحب النفس إلى آخر تتسع هذه الرأة تتسع شيئا فشيئا مرة مرتين ولكن حذاري من موضوع وهو أن تترك النفس مرة واحدة لن يحدث هناك خالل في الضغط حينما ينتهي هذا التمرين تبدأ بإخراج النفس بتأوده ببطء لا تقول حينما تخرج النفس هكذا بقوة ربما يحصل خلل في الضغط ربما يحصل شيء من الدوار ولكن هكذا هذا التمرين ينفع باتساع القفص الصدري ثم اتساع الرئة مرة مرتين جرب هذا والخامس والأخير وقد أرشدني إلى ذلك يتصور مدرب المذيعين في التلفاز قال لي هنالك النفس ينقسم إلى قسمين نفس طولي ونفس عرضي يعني أنت الآن حينما تتنفس عادة هو النفس الذي يتحرك به القفص هذا التحرك هذا معنى التنفسنا غالبه بالعرض يأخذ بالعرض هكذا لكن التنفس الطولي الذي إذا تنفست انظر إلى الصدر ماذا يحصل صدر ثابت والهواء ينزل إلى التحت هذا إلا إذا كان ملأ معدته طعاما ربما لا تستطيع أن تأخذ راحتها وتتمدد إلى الأسفل فيسمى التنفس الطولي تسعب نفس هكذا شوف الصدر ثابت ولكن البطن تمتلئ هذا التنفس هكذا يعطيك مجالا أكثر وقد جربته بنفسه وكل من علمته هذه الطريقة يعني استحسنها وصارت عنده يعني بشكل يعني ممتاز جدا فهذه الآيات الطويلة تحتاج منا إلى هذه التمارين إذن خمس تمارين عندنا لإطارة النفس التمرين الأول هو هذه الرياضة التمرين الثاني الصباحة التمرين الثالث الأذان والتمرين الرابع سحب النفس وكتمه ثم الضغط بعد غلق الفم والأنف معا هذا يوسع الرئة والقفص الصدري والتمرين الخامس وهو التنفس الطولي جربوا ذلك وادعوا لي ولمن علمني لا مانع لنستعدم الإدارة بهذا العمر لأنه ينفع القارئ والإمام معا إذن نعيد هذه الآية وقف على قال ثم ابدأ قال أعلم نعم تفضل قال يا آدم أم بئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم وأعلم تبدون وما 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 كنتم تكتمون جيد هكذا لا نجعله هنا فيه انتبه لها طيب ننتقل الآية التي بعدها الشيخ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ طيب الملاحظات طبعا الملاحظة العولة وإذ دائما أركز على كلمة إذ وذكرت لكم أمس أن مخرجها طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا مع عدم إخراجه حتى لا نجعل مجالا لخروج النفس وإذ قُلْنَا ذكرت لكم في قوله تبارك وتعالى أنزلنا أن هذه الكلمات قُلْنَا بدلنا أنزلنا نزلنا جعلنا كل هذه التي تنتهي باللام فعلنا فالتي تنتهي باللام وبعدها النون الناء هنا لا بد أن ننتبه جيدا إلى عدم إضغام اللام بالنون لأننا قلنا قلنا فلا بد أن نخرج اللام قل قلنا نفس اللام عن النون وإذ قلنا للملائكة تسجدوا هذه حقيقة من المواضع التي لا بد من التركيز على كسرة التاء جيدا وضمة الجيم جيدا للملائكة تسجدوا لماذا البعض نسمع حتى يعني يأتي بضمة الجيم يقصر في كسرة التاء يخشى من كسرة التاء يقصر بضمة الجيم فننتبه للملائكة تسجدوا والسين حينما يقترب من الجيم يلتبس عند البعض بلفظ الزايل للملائكة تسجدوا يسهل وهذا أيضا ينبه على حرف السين هنا حينما يقترب من الجيم للملائكة تسجدوا هذه ضمتان متتاليتان وبعدها واو لا بد من مداراتهما في القراءة أسجدوا لو وقفنا أسجدوا وكما ذكرت لكم أننا ننظر لو ابتدأنا بها وليست محل ابتداء ولا أن نقف على الملائكة ولكن للتعليم أنه ينظر لما بعد الساكن فإن كان مضموما ضممنا أسجدوا وإن كان مكسورا كسرنا اضرب وإن كان مفتوحا كسرنا هكذا يعني مثل تقول اعلم اعلم ولما لا نفتح يقول خشية الاتباس الكلام بالمتكلم لأنك إذا قلت أسجدوا ماشي الحال كلام واضح اضرب كلام واضح اعلم لو قلت أعلم ماذا يلتبس الأمر بالمتكلم يعني كأنه قلت يتحول من فعل أمر اعلم إلى أعلم إلى الفعل المضارع فيلتبس الكلام فهنا قالوا بالكسر فهنا نقول أسجدوا لآدم فسجدوا هذه المدمع نمتبه إلى الهمزة التي بعدها فسجدوا إلا إبئ إبئ لا أجعل مجال للكسر أن يتعدى إلى القلقلة لا نقول إبي إبي لا إبي سكون خالص إبي ليسا أبا واستكبر ننتبه إلى الكاف كما ذكرنا فيها من همس وكان من الكافرين بالنسبة لي في هذه الآية لا يوجد أي شيء تعلق بالرسم إلا ما ذكرناه بالنسبة لي الملائكة وهكذا بالنسبة لي البدل في لآدم يوضع بين الجناحين تسمى الجناحين أو الطرفين هذه اللام ألف تسمى الجناحان أو الطرفان فتوضع الألف بينهما هكذا كما تجدون في هذا في هذه الكلمة أبا واستكبر وكان الكافرين ذكرت لكم الكافرين جمع مذكر سالم وقد أجمع العلماء على حذف ألفه إلا المستفعات التي ستأتي هذا بالنسبة لي كل ما يتعلق بالرسم ما يتعلق في هذه الآية من وقف قال بعض علماء الوقف على لآدم لأن انتهى الكلام وإذ قلنا للملائكة تسجدوا فمن قال أن القصة واحدة حينما تأتي وإذ لابد أن تكتمل القصة الحدث والقصة لم يكتمل إلا بإكمال الآية ولكن بعض قال انتهى الكلام انتهى أمر الله تبارك وتعالى الله قال الله قال أسجدوا لآدم انتهى قول الله تبارك وتعالى فسجدوا هذا إيش هذه استجابة الدعاء والأمر فمن من قال الوقوف على لآدم وهو النحاس والأشموني قالوا صالح والخزاع والهمداني عطار قال كافم وهو عند العماني جائز يعني قال به بعض علماء والكلمة التي بعدها فيها وقف وهو الوقف على فسجدوا وهي من غرائب وقف الهبط 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 لوحده قال هذا وقف هنا وقف الهبط انتقف على قوله تبارك وتعالى فسجدوا ثم تقول إلا بيس أبا واستكبر وكان الكافرين يعني هكذا من غرائب وقف الهبط وهذا طبعا موجود في كل القرآن الكريم في مثل هذه الآيات هذا كل ما يتعلق بهذه الآية نسمع الآية مرة أخرى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين أطلع منك يعادة القراءة وَسْتَكْبَرَوَ بَرَو بَرَو في ترقيق تفخيم حتى أفهم أين ذئت التفخيم عندك وَسْتَكْبَرَوَ وَسْتَكْبَرَوَ تنتقل في ترقيق تفخيم ترقيق أبا واستكبر وكان من الكافرين ممتاز الآية التي بعدها الشيخ عبد الله وَقُلْنَا وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ طيب قبل أن نأتي إلى هذه الآية الحقيقة فاتنا بعض الوقوفات في الآية السابقة استعجلنا وأتينا إلى الآية البعدها لأن هناك يعني حقيقة من قال بالوقف على إبليس إلا إبليس فهو وقف السجاوندي وحتى أن الأشمون قال أصلح من فسجدوا فقال هنا بالنسبة للسجاوندي عنده وقف مطلق إلا إبليس ثم قال أبا واستكبر وحتى واستكبر الوقف ابن الغزال قال والهمدان العطار قال وقف حسن كلاهما قال أبا واستكبر ثم نقول وكان من الكافرين الآية التي بعدها أيضا ننتبه إلى قوله تبارك وتعالى وقلنا لا نسمح لللام بأن تضغم بالنون نفصل اللام على النون بدون القلق وقلنا يبقى اللسانه على مخرج اللام حتى نأتي بالنون وقلنا يا آدم أسكن نفس الموضوع أسجده بالنسبة للابتداء في همزة الوصل أنت وزوجك ثم الجنة هذه الجنة بعض اللهجات العربية تأثرت بإضغام الجيم الجنة حتى عندنا في بلدنا الجبال الجنة الجن فلا نريد أن ينتقل ذلك القرآن الكريم من اللهجة العامية وإنما بإظهار اللام الجنة وكلا منها راغادا راغا راغا ثم تنتقل إلى الدالة المرققة راغادا راغادا هكذا حيث ذكرت لكم أنه لا مد فيها وإنما المدها يكون في حال وقف فقط مدلين حيث شئتما أيضا نتبه إلى همزة وسكونها بعدم قلقلتها مع أشباع كسر الشين ولا تقربا تقربا رابا رابا تنتقل من الراء المفخمة إلى الباء المرققة وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ أَشَّ أَشَّ يعني الشين ذكرت لكم من وسط الفم من شجر الفم حتى لا نقول الشجرة أَش أَش وإنما نعيده إلى وسط الفم أَش أَش حتى نحقق التفشي وانتشار الصوت أو النفس أو كلاهم معا في وسط الفم أَشْجَرَةَ فَتَكُونَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّاءَ الظَّاءَ نعطي صوت للضاء قليلا حتى يعني يأخذوا حقه من الرخاوة الظَّالِمِينَ لِي لِي إشباع الكسر باللّام والمِيم معا بالنسبة للرسم عندنا الكلمة الأولى كلمة يا آدم وذكرت ذلك لكم في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس مر علينا يا أيها الناس حينما نقول يا أيها نجد ويا آدم نجد هناك ألف موجود هنا ألف ولكن احنا تعلمنا أنه في ياء النداء وهاء التنبيه يحذف الألف فما هذا الألف تجدون هنا ألف لماذا قلنا قبل قليل أنه فيها التنبيه ويا النداء يحذف الألف هذه الألف الموجودة ليست يا النداء ليست ألف يا النداء وإنما صورة الهمزة هذا الألف يا آدم يا أيها كل هذه صورة الهمزة طيب بالنسبة هذا بالنسبة لي يا آدم عندنا كلمة شئتما ذكرت لكم قبل قليل في قوله تبارك وتعالى أنبئهم وهنا شئتما طبعا تفق العلماء على رسمه على النبرة على الياء إلا في كلمة واحدة في القرآن الكريم فعندنا القاعدة ماذا تقول إذا جاءت الهمزة متوسطة ساكنة فترسم بحسب ما قبلها فإن كان مفتوحا ترسم على الألف نأتي مثلا وإن كانت مضمومة مرت علينا في كلمة يؤمنون ترسم على الواو وإن كانت مكسورة ترسم على الياء شئتما هذه الكلمة ففي كل القرآن الكريم هكذا إلا في قوله تبارك وتعالى رئيا في سورة مريم في كلمة رئياء هنا اتفق العلماء على حذ في صورة الهمزة لماذا خشية اجتماعي لألا تجتمع الياءان فترسم على السطر أو لا صورة لها إذن هذا بالنسبة لكلمة شئتما بالنسبة للوقف على هذه الآية آية 35 عندنا الوقف الأول الجنة أسكن أنت وزوجك الجنة يعني هذا هنا قال النحاس أنه وقف صالح وهو وقف جائز عند الأشموني الوقف الثاني على كلمة شئتما وقال به النحاس أنه وقف صالح وهو عند العماني والأشموني جائز وهو عند ابن الغزال والهبطي وقف بدون أن يسموا يعني هذا النوع من نوع الوقف وهو عند السجاوندي مرخص للضرورة وذكرت لكم حينما يقول السجاوندي مرخص للضرورة وإنما يريد يعني عدم اتساع النفس لقراءة الآية بأكملها فقال مرخص للضرورة وهو حسن عند الهمدان العطار هذا كل ما يتعلق في هذه الآية من وقف ومن أحكام نسمع الآية في المرة الأخيرة من الأخ الشيخ ساهد ونختم ذلك الدرس إن شاء الله وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ أيضا أتمنى أن نعيد هذه الآية وَلَا تَقْرَبَا رَبَا وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ نعم هكذا بهذه الآية نكون قد أكملنا درسنا في هذه الأضحية نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع والانتفاع والاتباع إنه سيمع مجيب آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلهم على يبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين